باب جديد من أبواب الفساد المالي يفتحه البنك المركزي للأحزاب والميليشيات التي تستحوذ على مفاصل الاقتصاد العراقي هذا الباب ظاهره تأمين عملة الدولار للمسافرين والشركات الأجنبية أما باطنه عبارة عن قناة لتمرير صفقات فساد كبيرة لبيع الدولار أو ما تعرف بمنصة بيع الدولار الإلكترونية للمسافرين العراقيين تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية في لندن حذر من أن محاولات البنك المركزي لمنع تهريب الدولار باءت بالفشل إذ يستمر سعر الدينار بالتراجع أمام الدولار ما يفاقم معاناة العراقيين ويرفع أسعار السلع في السوق المحلية التقرير أشار إلى أن النظام المصرفي العراقي وبدلا من أن يكون مساعدا في تطوير الاقتصاد أصبح عائقا كبيرا أمام النمو أو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبعبارة أخرى بات النظام المصرفي رديفا أساسيا لشبكات تهريب وغسل الأموال مجهولة المصدر حيث أن هناك عددا كبيرا من المصارف التي تعود لشخصيات مقربة من السياسيين المتنفذين والميليشيات تسهم بشكل كبير في تهريب الدولار وتمويل عمليات التجارة الخارجية مع دول الجوار مقابل الحصول على عمولات ودعم سياسي كما يقدر تقرير المركز العالمي للدراسات التنموية بأن ثلثي مبيعات البنك المركزي فيما يعرف بمزاد بيع العملة والتي تصل عند مستويات 250 مليون دولار يوميا لم تستفد منها السوق العراقية على مدى العقدين الماضيين مما أدى إلى خسارة البلاد مبالغ مالية لا تقل عن 400 مليار دولار التقرير البريطاني لم يستبعد أن تتسبب عمليات تهريب الدولار في عزل وحضر مزيد من المصارف في العراق إذ إن قسما منها يسهم في خرق العقوبات الدولية وما الحضر المفروض حاليا على عدد من المصارف سوى بداية لخطوات عقابية أشد وأكثر إيلاما من قبل وزارة الخزانة الأمريكية